موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم متابعي التلفز التونسي الأعزاء ومشاهدي برنامج مع الصائمين الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة في الله إن من الصفات الكريمة والخلال العظيمة التي وجب للصائمين التحلي بها في هذا الشهر خلق الصبر وما أحوجنا للصبر خاصة خاصة في هذا الشهر فلا يستطيع الصائم الصوم ما لم يتسلح بالصبر فالصبر نصف الصوم يصبر الإنسان على طاعة الله فالصوم يحتاج إلى صبر صبر أن لا يأتي الملذات ولا يأتي الشهوات ولا يأتي المأكولات ولا المشروبات ويصبر كامل يومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء مرضات الله عز وجل وكل العبادات تحتاج إلى صبر كذلك الزكاة فيها صبر ومقاومة للميل الفطري للنفس لأن النفس البشرية فيها ميل فطري لجمع المال واكتنازه فلابد أن يصبر وأن يقاوم وأن يعطي ذلك الحق المعلوم للسائل والمحروم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كذلك الحج هو رحلة عظيمة تحتاج إلى صبر ومصابرة وتحتاج إلى تخلي على كل شهوات الدنيا وعلى كل الأمور الزائلة فيذهب الحاج إلى بيت الله الحرام وقد تجرد من المخيط والمحيط ولم يعني يرتدي إلا إزارا ورداءا ونداءه واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويصبر على فراق الأهل وعلى فراق الأوطان ويصبر على تلك المحظورات التي تحذر عليه طالما دخل في الإحرام فكل العبادات الصلاة أيضا فيها صبر الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بين الأمور التي ترفع الدرجات عند الله عز وجل الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره وأبعد الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من رباط فذلك من رباط فكل العبادات تحتاج إلى صبر الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره أمة محمد يأتون يوم القيامة غرّا محجلين الغرّة هي البياض لذلك يقال غرّة رمضان أو غرّة كذا والغرّة هذه لا تقال إلا على الشهر القمري ولا تقال على الشهر الشمسي فالغرّة هي البياض يعني بياض الهلال عندما يخرج فقال يأتون غرّة محجرين كما نرى الفرس أحيانا التي يكون فيها بياض في وجهها وفي أقدامها هذا من أسبابه إسباغ الوضوء على المكاره ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني يقوم المؤمن في الصباح الباكر وفي الفجر ويسبغ الوضوء وهو على المكاره يعني وهو يكره أن يبتل بالماء في ذلك التقس البارد هذا صبر يحتاج إلى صبر وانتظار الصلاة على الصلاة أن يتعود الإنسان تعمير بيوت الله في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هؤلاء الناس الذين يعمرون بيوت الله يعني ومن هؤلاء القوم الذين يعمرون بيوت الله يعني بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فالعبادات برمتها تحتاج إلى صبر ومصابرة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أمر مهم إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين وهناك أمور وغرف في الجنة لا ينالها الإنسان بكل هذه العبادات وإنما ينالها بالصبر لا ينالها لا بصلاته ولا بحجه ولا بصومه ولا بزكاته ولكن يبتلى ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وما من نصب ولا وصب أي لا تعب ولا شقاء ولا حتى الشوكة يشاكها إلا عند الله سبحانه وتعالى تكفر لك الخطايا فهذه المنازل يسأل العبد كيف بلغت هذا المنزل هل بصلاتي أم بصومي بزكاتي بحجي بلغها بصبره ولذلك كان ديد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر عندما رأاه عبد الرحمن بن عوف يبكي على ابنه الرضيع إبراهيم قال أهو تبكي يا رسول الله قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن القلب يخشع والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالصبر والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله عندما يعني جاءه قوم وأعطاهم العطايا وأعطاهم العطايا ولم يكونوا قنعين فنفذ ما عنده فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصبر أن يتعود الإنسان ويدرب نفسه ويروذ نفسه الارتياظ بخلق الصبر وكذلك الصبر على رد الأذاء وخاصة في هذا الشهر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حذ عظيم من هم الذين صبروا الذين صبروا على دفع الإساءة بالحسنة والذين صبروا على عدم دفع الإساءة بالإساءة هؤلاء هم الصابرون الذين يقولون لمن جاد لهم إن سابك امرأ أو قتلك فقل إني صائم إني صائم تذكر بها نفسك وتذكر بها غيرك لتتحلى بخلق الصبر وأشد الناس بلاءا هم الأنبياء يبتل المرء بحسب دينه شد الناس بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل يبتل الرجل بقدر دينه وإذا كان في دينه صلابة زيد في البلاء لأن المسألة هي تمحيص ودار الدنيا هي دار ابتلاء وقد قال الشاعر لما تأذن به الدنيا من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد لماذا الطفل يستهل باكيا وجنين يستهل باكيا من بطن أمه لماذا لأنه يعني بهذه الدنيا هي دار ابتلاء وحتى لقيلة لحكيم صف لنا الدنيا قال ما أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها شقاء وآخرها فناء هذه المراحل الثلاثة يستهل الإنسان الدنيا باكيا لماذا لأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ورأينا في قصص الأنبياء ابتلاءات عظيمة ابتلاء سيدنا أيوب في ماله وصحته وجسده وآله ابتلاء يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام البلاء العظيم عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه وابنه إسماعيل فلذة كبده يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فحشر نفسه في زمرة الصابرين فصبر ونجح في الاختبار الإلهي كذلك سيدنا موسى عندما قال له الخضر يعني قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمرا فشرطان الأساسيين لتعلم العلم هو الصبر والطاعة هذان الشرطان إذا لم يتوفر عند طالب العلم فلن يستطيع أن يحصل المعلومة طالما لم يكن مطيعا لمعلمه وأستاذه وصابرا من لم يصبر على ذل التعلم ساعة صابر على ذل الجهل إلى قيام الساعة فالصبر هو السلاح الذي يتسلح به المؤمن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا تفاعلوا كل واحد يوسي الآخر كل واحد يذكر الآخر بماذا؟ بالصبر وبالحق وبالحكمة وبالاستعداد إلى يوم الرحيل هذا كله يحتاج صبر للوجود في هذه الدنيا ولتحمل ابتلاءاتها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا إذا ابتلي الإنسان بمصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها هذا هو الدعاء وهذا كان ديدن الصحابة والصحابيات فأم سليم عندما توفي لها ابن وجاء زوجها بعد عمل النهار وبقي في البيت أعدت له عشاء ويعني بعد أن تعش في المساء قالت له أنا سأروي لك أمر قالها الساعة قبل أن تحكي لي شيء ما حاله ابننا لوليد شنية حواله اليوم قالت له لم أرى أسكن منه اليوم قاتل اليوم أكثر نهار هادي فيه وهو لوليد مات قاتل أرى أنا مش تحكي لك مسألة صارت اليوم ما هي قال لها أرأيت جيراننا قال لها جيراننا قالت له أعير عارية العارية هذه هي الأمر الذي يعار يسلفوه أحيانا إنسان واضي عنده أحكام حتى في الفقه الإسلامي إذا كان إنسان سلف إنسان حاجة لازم يحافظ عليها ويرجعها لو مش تلفه ويقول وراء أحرام بيش تأخذ عليها الأغرام ولا شيء وإن كان هذا يعتبر جبر ضرر فقالت له أعير عارية تسلفهم واحد حاجة وعندما يعني أجاء ليستردها جزعوا ما قال لك قال لها بئسا ما صنعوا كيف يش هذا إنسان سلفهم حاجة وعطاهم حاجة ووقت لقالهم رجعوا لي متاعي ولا خائب يعني جزعوا وسمعوه قتلك ذلك ابنك هو عارية يعني هو أمان من عند الله سبحانه وتعالى وعير عارية يعني رب سبحانه وتعالى أعطاك الأمانة هذه والله سبحانه وتعالى طلب تلك الأمانة وردها إليه وعوضهم الله ابنا آخر يعني عن الابن الذي أخلفهم الله سبحانه وتعالى ابنا آخر على الابن الذي توفي هكذا كان المؤمنون والمؤمنات متسلحون بالصبر وكانوا في الغزوات مثلا في غزوة مؤتة كان أحد الصحابة يمضغ التمر ويعطيها للآخر لذلك الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقي تمرة ولو بنصف تمرة مش بشرطه يعني أن إنسان يتقي النار بالأعمال الكبيرة الأشياء البسيطة يعني عندها قيمة عند ربي سبحانه وتعالى إذا كانت ناتجة عن صبر وعن دفع شهوات النفس فأنت أيها الصائم الكريم بحاجة إلى التحلي بهذا الخلق لأن إذا كان صام الإنسان يعني رمضان وصام الاثنين والخميس وصام سرور الشهر هذه كلها تطفئ وحر الصدر تعود الصبر وتطفئ وحر الصدر ما معنى وحر الصدر يعني الغيض والحسد والحقد هذه كلها يطفيها الصبر بإذن الله تعالى ولذلك علينا أن نتواصل بالصبر وأن نحقق هذه القيمة خاصة في هذا الشهر الذي هو قائم على الصبر فكيف بك أيها الصائم إذا صبرت يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كامل النهار تصبر فلماذا تأتي في اللحظات الأخيرة عند الغروب وتقود سيارتك بسرعة جنونية قال شنو لي أدرك الإفطار فلماذا تزجع إذا تأخرت زوجتك في تقديم الطعام في تلك الدقائق يعني صبرت ساعات طوال فكيف لا تصبر دقائق فالمدرسة مدرسة الصوم من أهم دروسها ومن أهم رسائلها هو درس الصبر والتصبر والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وسمته وتعامله مع المحن فالصائم هو يتعود على الصبر حتى إذا تغيرت الأمور أو شيء يجد نفسه متخلقا بهذا الخلق العظيم في نهاية هذه الكلمة لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة